وصيبت مرأة إثراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقت مليشة الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في منطقة طور الباحة أذكر شهود عياد أن مليشة الحوثي أطلقت صاروخ كاتيوشا من المواقع التي تتمركز فيها بجبل حيفان ليستقر في بيت المواطن مازن الحجان بطور الباحة ما أدى إلى إصابته إلى إصابة زوجته بشضايا الصاروخ وتم نقلها إلى مستشفى طور الباحة لتلقي العلاجة هذا تواصل مليشة الحوثي الإرهابية سيداف المواطنين العزل في معظم المناطق الواقع على خطوط التماس وسط صمت دولي وأممي مريبة